عاد مجرد هيكلا عظمي ولم يعيش سوى يومين ليفارق بعدها الحياة انه الصحفي انور الركن الذي مارست ميليشيا الحوثي بحقه صنوفا شتى من التعذيب وهو ما بدى واضحا على ملامح وجهه وعظام جسده لم يكن الركن سوى نموذج لعشرات من جرائم الحوثي بحق الصحفيين ففي ينائر الماضي استشهد مصور قناة بلقيس محمد القدسي بينما استشهد مراسلها عبدالله القادري في ابريل الماضي نتيجة قصف صاروخي لميليشيا الحوثي ولم يكن هذا العام 2018 سوى نسخة مشابهة لسابقه 2017 العام الذي كان جحيما وعذابا بشهادة يوسف عقلان الصحفي المفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثي الميليشيا التي تسببت بحرب شردت اليمنيين وكان الصحفيون اهم ضحاياها حيث حولتهم الحرب الى مجرد اسماء في قوائم المشردين والقرحة وانباء عاجلة عن اخبار القتل والاختطاف التقارير الحقوقية افادت بتشرد اكثر من اربعمائة صحفي داخل اليمن وخارجها هربا من الملاحقات والانتهاكات والقتل وبحسب بيان نقابة الصحفيين الذي صدر بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف التاسع من نينيو فان الصحافة في اليمن تعرضت لحرب ممنهجة منذ العام 2014 طالت وسائل الاعلام والعاملين فيها وادت الى مقتل سبعة وعشرين صحفيا ويأكد بيان النقابة ان اثني عشر صحفيا ما يزالون مختطفين لدى ميليشيا الحوثي ومختطفا واحدا لدى القاعدة يمر يوم الصحافة اليمنية واليمن ما زالت مدرجة في المراتب الدنيا على مستوى حرية الصحافة والصحفيون ما بين قتيل وشريد وفاقد لوظيفته او نازحا داخل اليمن ولاجئ بين دول العالم ولم يعد لديهم سوى امل ان يجدوا الامان الذي اضحى مفقودا في مناطق الحوثي وشبه مغيب في مناطق الشرعية